السلام عليكم ورحمة الله برحب الجميع في كل مكان اهلا بيجو في حلقة جديدة من حلقات كولكشن برحب بكل متابعي القناة النهاردة ان شاء الله هنتعلم مع بعض غرزة جديدة من الغرز السهلة والبسيطة وباترونها اه سهل جدا عبارة عن تكرار لدور واحد بيتكرر على طول القطعة من الغرز الحلوة قوي ممكن تشتغلي بيها اي تطبيق سواء كان صيفي او شتوي حسب الخامة اللي بتسخدميها اه قبل ما نشوف اه شرح اه غرزة النهاردة خليني اذكر كل حبيبي واصدقائي اللي بيشوفوني او بيتابعوني لاول مرة انه اه فعلا شرحنا مجموعة مختلفة ومتنوعة من الغرز بالاشكال اللي احنا شايفينها كده فادي ما شفتهاش معايا او حابة تتابعي اي باترون منهم هسيب كل اللينكات متوفرة اسفل الفيديو في الدسكريبشن بوكس اضافة الى اللينك الرئيسي اللي من خلاله تبقي على الصفحة الرئيسية وتقدري تتابعي كل الاشغال والتطبيقات اللي نزلناها مع بعض اما دلوقت خلينا نشوف الادوات وطريقة التطبيق لغرزة النهاردة علشان نشتغل الغرزة هنحتاج لأي خيوط متوفرة عندنا وابرة كروشيو تكون مناسبة لصمك الخيط اللي هنشتغل منه انا هشتغل بخيوط رفيعة نوعا ما بالشكل ده كده وابرة رقم 3 هبتزي بعمل حلقة بداية بشكل طبيعي هسحب من الخيط 1 2 واشد طرف الخيط الغرزة اللي هنشتغلها من مضاعفات العدد 4 زائد 4 ده معناه انه على سلسلة البداية لأي تطبيق برتفع 4 سلسلة في 4 سلسلة في 4 سلسلة لحاية العرض اللي انا حباه وقبل ما اجي ابدأ الشغل بتاعي برتفع ب4 سلاسل اضافية فكل اللي انا هعمله دلوقتي هسحب من الخيط واطلع من الحلقة اللي على الابرة وابتجي اعد 1 2 3 4 وابتجي اقرر 1 2 3 4 بنفس الطريقة 1 2 3 4 لحد العرض اللي هنشتغل ارتفعت بي 28 جرزة سلسلة من مضاعفات العدد 4 بالشكل ده كده باجي على بداية الدور بقى وازود 4 سلاسل اضافية 1 2 3 4 هاجي من على البداية وفوت 1 2 3 4 4 سلاسل اللي انا ارتفعتهم وعلى رقم 5 هلف الخيط وادخل بالشكل ده كده اسحب الخيط هشتغل عمود بلفة من العمود العادي 3 حلقات وباسحبه حلقتين فحلقتين وهكرر بلف الخيط على الابرة الغرزة اللي جاية وعليها الدور هشتغل من نفس العمود حلقتين فحلقتين وعلى مدار الدور كله والحد النهاية باشتغل فوق كل غرزة هتقابلني غرزة عمود بلف وصلت على نهاية الدور اشتغلت غرزة عمود فوق كل غرزة وهاجي على النهاية هنا هبتدي ارتفع على الدور اللي جاي 1 2 3 4 4 4 سلاسل هلف السطر بتاعي بالشكل ده كده وهلف الخيط على الابرة هاجي على الدور الرئيسي الغرزة اللي جاية وعليها الدور هفوت 1 2 3 وعلى رابع غرزة هدخل بالشكل ده كده على حلقتين الغرزة اسحب الخيط هشتغل من نفس العمود عمود بلفة حلقتين فحلقتين بعد ما اشتغلت العمود بالشكل ده كده هرتفع 1 2 3 سلاسل فوق العمود وهلف الخيط على الابرة العمود اللي انا اشتغلته على الغرزة رقم 4 هرجع الفة عليه 3 عمود بلفة شايفين انا هعمل ايه همسك العمود بأدية بالشكل ده كده وانزل من تحت العمود اسحب الخيط وهشتغل 3 عمود بلفة اجي العمود الاول نفس الطريقة هلف الخيط وانزل من تحت العمود اسحب الخيط العمود رقم 2 الف الخيط وانزل تحت العمود اسحب واشتغل العمود رقم 3 يعني انا لفيت 3 عمودة على العمود اللي اشتغلته اضافة لسلاسل الارتفاع التلاتة اللي انا ارتفعتهم على البداية وهبتدي اكرر بنفس طريقة العمل مرة تانية هلف الخيط على الابرة واجي على الدور الرئيسي بفوت 1 2 3 وعلى رابع غرزة هدخل بالشكل ده كده اسحب الخيط هشتغل غرزة عمود بلفة حلقتين فحلقتين بعد كده بارتفع فوق العمود اللي اشتغلته بتلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة ثم برجع للعمود اللي انا اشتغلته على الغرزة الرابعة بمسكه بالشكل ده كده هلف الخيط وانزل من تحت العمود شايفين بنزل من تحت العمود اسحب واشتغل تلاتة عمود بلفة ادي العمود الاول بنفس الطريقة هلف وانزل تحت العمود بسحب الخيط العمود رقم اتنين بنفس الطريقة بنزل اسفل العمود هسحب واشتغل العمود رقم تلاتة شايفين هو نفس التقرار وهبتدي اقراره على مدار الدور كله كل مرة بلف الخيط على الابرة بفوت تلات غرز وعلى الرابعة بالشكل ده كده هدخل اشتغل عمود من العمود العادي حلقتين فحلقتين فوق العمود بارتفع بتلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وعلى العمود نفسه برجع الف تلاتة اعمدة هلف الخيط وانزل من تحت العمود بالشكل ده كده اسحب واشتغل تلاتة عمود بلف ادي واحد نفس الطريقة اتنين تلاتة وبنفس شكل العمل ده كده كل رابع غرزة على الدور وهكرر الطريقة لحد نهاية السطر وصلت على نهاية الدور بنفس طريقة العمل بنهي الدور ازاي بعد اخر غرزة اشتغلتها بالشكل ده كده بيتبقى معايا اربع غرز واحد اتنين تلاتة وعلى رابع غرزة اللي هي الاخيرة سلاسل الارتفاع هلف الخيط وهاشتغل عمود بلفة عادي خالص على تالت سلسلة شايفين معايا كده بدخل على تالت سلسلة من الارتفاع الاخير وهسحب عمود بلفة حلقتين فحلقتين وكده ابقى نهاية الدور هبتدي ارتفع على الدور اللي جاي هرتفع بستة غرزة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة والف السطر بتاعي من اول السطر ده كده هنبتدي نقرر نفس السطر السابق بالارتفاع رقم ستة ده يعني كل مرة باجي على بداية الدور ارتفع ستة غرزة سلسلة بالشكل ده كده وابتدي اشتغل من نفس السطر السابق باشتغله ازاي هلف الخيط على الابرة هشتغل العمود بتاعي على السلاسل شايفين السلاسل اللي على نهاية الغرزة سلاسل اهي هدخل جوه الفراغ بتاع السلاسل ده وهسحب غرزة عمود بلفة شايفين اجي التلات اعمدة اللي كنا بنشتغلهم والسلاسل اللي ارتفع اللي كنت بارتفعهم على العمود هلاقيها من فوق كده فهدخل ما بين السلاسل والتلات اعمدة واسحب الخيط واشتغل عمود بلفة حلقتين فحلقتين اذا. تعملت العمود. ارجع ارジع من ك Lead. ارتفع 3 سلسلة. 1 2 ثلاثة. اتنين ثلاثة. وانزل على العمود نفسه اللي انا اشتغلته. 一個 نشر لت gear . اتنين ثلاثة. بنفس الطريقة. اتنين ثلاثة بنفس طريقة العمل اللي كنا بنشتغلها على الدور السابق وهكرر مرة تانية بنفس الشكل كده كل غرزة هشتغل عليها زي ما اشتغلت هلف الخيط على الابرة الغرزة اللي جاية اهي ما بين السلاسل اللي فوق وما بين التلاتة عميدة اللي تحت هسحب غرزة عمود بلف بالشكل ده كده بعد كده هرتفع بثلاثة سلسلة واحد اتنين تلاتة ارتفعت بثلاث سلاسل فوق العمود هرجع على العمود اللي اشتغلته بقى هلف الخيط وانزل من تحت العمود بالشكل ده كده هسحب تلاتة عمود بلفة على نفس المكان اجي واحد هلف الخيط وارجع برضو من تحت العمود اتنين هلف الخيط العمود التالت اصبح انا بقرر بنفس طريقة العمل اهو وعلى مدار الدور كله هنشتغل بنفس الطريقة هلف الخيط هروح على الغرزة اللي جاية ما بين السلاسل والاعمدة هنزل تحت السلاسل كده واسحب غرزة عمود بلفة من العمود العادي اهو حلقتين فحلقتين فوق العمود بنرتفع بتلت سلاسل واحد اتنين تلاتة ثم على العمود نفس اللي انا ارتفعت به على فراغ السلاسل ارجع اشتغل تلاتة عمود بلفة بنزل تحت العمود بالشكل ده كده هسحب ولف تلت اعمدة ادي واحد اتنين تلاتة تلاتة واكرر هلف الخيط على الغرزة اللي جاية بنزل تحت السلاسل في الفراغ تمام اسحب الخيط واشتغل عمود بلفة ثم ارتفع فوق العمود ده بتلت سلاسل وانزل على العمود اللي اشتغلته هلف تلاتة عمود بلفة بنزل من تحت العمود شايفين انا بمسك العمود كده وهسحب تلاتة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة بنفس الطريقة كده وهبتدي اتقرر على الدور كله والحد النهائي وصلت على نهاية الدور زي ما احنا شايفين اشتغلت بنفس الطريقة كده بني الدور ده ازاي دايما باجي في النهاية بيبقى عندي سلاسل اهيه شايفين السلاسل الطويلة دي بعد من اول سلسلة تحت واحد اتنين تلاتة على تالت سلسلة من تحت كده هسحب غرزة عمود بلفة عادية خالص من نفس العمود تلات حلقات وهسحبه حلقتين فحلقتين وبكده ابقى نهيت الدور تمام من نفس الدور ده كده وهنفضل نرتفع ونقرر بنفس طريقة العمل كل مرة بنجي على البداية نرتفع بستة غرزة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هلف السطر بتاعي وابتدي اقرر بنفس الطريقة كل الغرز اللي عندي هشتغل بس على الفراغ اللي تحت السلاسل اللي بتبقى فوق شايفين في سلاسل فوق بتبقى على التلات اعميدة اللي انا اشتغلتها فانا في الفراغ ده كده هبتدي اكون الغرزة بتاعتي بلف الخيط وادخل تحت السلاسل اسحب الخيط هشتغل عمود بلفة حلقتين فحلقتين ثم فوق العمود ده ارتفع بتلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وعلى العمود نفسه اللي انا اشتغلته تحت بقى هرجع الف تلاتة عمود بلفة بنزل من تحت العمود بالشكل ده كده اسحب الخيط وهشتغل واحد اتنين تلاتة زي ما احنا شايفين مع بعض كده هو بنفس التكرار وابتدي اقرر على الغرز اللي موجودة عندي كلها الغرزة اللي جاية اهي هلف الخيط وعلى الفراغ تحت السلاسل هسحب غرزة عمود بلفة ارتفع فوق العمود بتلاتة سلسلة بعد كده ارجع للعمود نفسه هلف عليه تلاتة عمود بلفة هنزل من تحت العمود كده اسحب واشتغل واحد اتنين تلاتة بنفس التكرار اقرر مرة تانية على الغرزة اللي جاية الف الخيط تحت السلاسل اللي فوق في الفراغ هكون عمود بلفة ارتفع فوق العمود بتلاتة سلسلة ثم على العمود اللي انا اشتغلته تحت هرجع تحت العمود الف تلاتة عمود بلفة ادي واحد اتنين تلاتة بنفس الطريقة والحد النهاية وصلت على نهاية الدور بنفس طريقة العمل ودايما بينتهي الدور ده معايا ازاي على السلاسل اللي بتبقى في النهاية هنا بعد من تحت واحد اتنين وعلى تالت سلسلة هلف الخيط واشتغل غرزة عمود بلفة من العمود العادي خالص تلات حلقات وهسحبه حلقتين فحلقتين وبكده ابقى نهاية الدور بشكل سليم زي ما احنا شايفين هو سطر وحيد وهفضل اقرره على طول القطعة والحد ما انا حابة اشتغل على التطبيق بنفس التكرار وارتفعت زي ما احنا شايفين هو هو الدور هو ده التطبيق اللي بنحصل عليه من الغرز السهلة جدا وشكلها بيبقى حلو على التطبيقات اتمنى تكون حلقة النهاردة كانت مفيدة وعجبتكم ويريد كل الاستفاد ما ينساش يعملي لايك اذا بتطبيعوني او بتشوفوني لاول مرة وحابين تكونوا معي على القناة ما تنسوش تعملولي سبسكرايب او اشتراك عشان تشوفوا كل جديدي على قناة كولكشن وفعلوا شارط الجرس يوصلكم كل جديد اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته